اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة اكد ان منافسات بطولة العيد الوطني تعد واحدة من البطولات الكبيرة والمميزة بالموسم الحافلي والمثير مشيلا الى ان البطولة سيتم الاعداد والتجهيز لها بالصورة المناسبة التي تليق باهمية البطولة ومكانتها الغالية على قلوب الجميع بطولة العيد الوطني للقدرة بطولة تأتي في مناسبة عزيزة على قلوب جميع ابناء الشعب البحريني مع افراح واحتفالة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الذي شهدت المملكة في عهد جلالته الزهر الكثير من الانجازات الكبيرة على مختلف الاصعيدة وخاصة الرياضية منها منافسة قوية في هذه البطولة ومشاركة كبيرة من قبل الفرسان والاستبلات تنظر بوجود مفاجآت ومنافسات قوية ستجتاح السباق القادم وجهود كبيرة لانجاح هذا الموسم بهدف ابهار محبين سباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة اولى هذا القطاع الرياضي الاهمية الكبيرة ولازال سموه يتابع السباقات القدرة عن كثب للتأكد من جاهزية الفرسان ومن التنظيم لهذه البطولة بهدف الارتقاء بها الى الافضل في كل عام المنافسة ستكون قوية في سباق العيد الوطني خصوصا للاستبلات التي لم يحالفها الحظ في البطولة الافتتاحية الماضية حيث انها ستسعى للعودة بقوى للمنافسة وهذا بحد ذاته سيزيد من حدة المنافسة ويصعب التوقعات فسباق العيد الوطني الدولي للقدرة للعموم سيطلق لمسافة 120 كيلومتر والسباق التأهلي الدولي لمسافة 80 كيلومتر سيقام يوم السبت القادم بقرية البحرين الدولية للقدرة ويعتبر سباق العيد الوطني للقدرة ثاني سباقات الموسم الجديد ضمن سلسلة السباقات والبطولات التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في موسمه الحالي اعلام مملكة البحرين سترفرف للبدء بانطلاق هذه البطولة التي تجهز لها الفرسان والاستبلات منذ فترة طويلة وحملوا على عاتقهم اهمية الانتصار بهذا الحادث الكبير الذي يأتي في وقت مهم ومن خلال مناسبة عظيمة ففرسان البحرين اجتهادوا لمواصلة العطاء في هذا المضمار الذي توليه القيادة الرشيدة الاهمية لرفع الرياضة والرياضيين البحرينيين في جميع الاقطار بطولة العيد الوطني للقدرة تعتبر من البطولات المهمة في الموسم حيث توليها جميع الاستبلات اهمية كبيرة فيتحمل معاني المحبة والولاء واحتفالا باعز المناسبات العيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه